الاقتصاد الأمريكي يفقد 20 مليون وظيفة في شهر أبريل. فقط بيانات تبدو طبعا سلبية للغاية. وتأثير واضح من فيروس كورونا على الكثير من القطاعات في الاقتصاد الأمريكي. إلا أنها جاءت أفضل من التوقعات. ودعونا نتابع كيف جاءت البيانات بالنسبة لهذا الشهر. في أبريل 20 مليون و 500 ألف وظيفة. بعد أن كان الاقتصاد قد فقد في مارس 842 ألف وظيفة. طبقا للأرقام المعدلة. وبالتالي يأتي الرقم أفضل من التوقعات. لأن المتوسط للاقتصاديين توقعوا أن يفقد الاقتصاد الأمريكي 22 مليون وظيفة. إذن فارق مليون ونصف بين التوقعات وبين الأرقام الحقيقية. معدل البطالة قفز بشكل كبير من 4.4 سجلها في مارس إلى 14.4% سجلها الاقتصاد الأمريكي خلال شهر إبريل. هذه المعدلات هي الأعلى منذ عام 1948. المتوقع كان 16% وبالتالي حتى معدل البطالة يأتي أفضل من توقعات الاقتصاديين. وإن كان الأسوأ منذ سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية. تغير الوظائف في القطاعات الأمريكية. وهكذا جاء النصيب الأكبر طبعا لفقدان الوظائف. في قطاع الضيافة بما يضمن ثنادق ومطاعم وغيره. كان هو الأكثر تأثرا في مارس بفقدان 495 ألف وظيفة. ولكنه فقد في إبريل هذا القطاع 7 ملايين و700 ألف وظيفة. فقد قطاع الرعاية الصحية أيضا 2 مليون ونصف المليون وظيفة. بالمقارنة بما فقده في مارس 43 ألف وظيفة. قطاع خدمات الأعمال فقد أيضا مليونين ومائة ألف وظيفة. بالمقارنة مع مارس حينما فقد 52 ألف وظيفة. قطاع تجارة الأجزئة أيضا فقد في إبريل مليونين ومائة ألف وظيفة. بالمقارنة مع 46 ألف وظيفة. قطاع الصناعة فقد 1 مليون أو مليون وثلاثمائة ألف وظيفة. بالمقارنة مع 34 ألف وظيفة. هكذا جاءت البيانات الأمريكية سلبية طبعا وعشرين مليون وظيفة هي رقم كبير للغاية إلا أن الأسواق تجاهلت هذه البيانات اعتبرتها إيجابية وطبعا هذا نتيجة طبيعية لمعدلات ضخ الأموال الكبيرة التي تحدث من قبل البنوك المركزية والفدرالي الأمريكي والذي يقوم بشراء الأصول بمعدلات قياسية وبميزانية غير محدودة